يشوع 14 يشوع 0 يشوع أصحاح 14 تعالوا من العدد 6 لآخر الإصحاح تعالوا نجفحنا بنجرى كلمة ربنا مع بعض بسم الله ابو ابن روح القدس إلى واحد فتقدم بنو يهوذة إلى يشوع في الجلجال وقال له كالب ابن يفنة القنزي أنت تعلم الكلام الذي كلم به رب موسى رجل الله من جهتي ومن جهتك في قادش برنيع كنت ابن أربعين سنة حين أرسلني موسى عبد الرب من قادش برنيع لا تجسس الأرض فرجعت إليه بكلام عمى في قلبي وأما إخوتي الذين صعدوا معي فأذابوا قلب الشعب وأما أنا فاتبعت تماما الرب إلهي فحلف موسى في ذلك اليوم قائلا إن الأرض التي وطأتها رجلك لك تكون نصيبا ولأولادك إلى الأبد لأنك اتبعت الرب إلهي تماما والآن فها قد استحيان الرب كما تكلم هذه الخمسة واربعين سنة من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين صار إسرائيل في القفر والآن فها أنا اليوم ابن خمس وثامانين سنة فلم أزل اليوم متشددا بكما في يوم أرسلني موسى كما كانت قواتي حينئذ هكذا قواتي الآن للحرب وللخروق وللدخول فالآن أعطني هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم لأنك أنت سمعت في ذلك اليوم أن العناقيين هناك والمدن عظيمة محصنة لعل الرب معي فأطردهم كما تكلم الرب فباركه يشوع وأعطى حبرون لكالب ابن يفنى ملكا لذلك صارت حبرون لكالب ابن يفنى القنزي ملكا إلى هذا اليوم لأنه اتبع تماما الرب إله إسرائيل واسم حبرون قبلا قرية أربع الرجل الأعظم في العناقيين واستراحة الأرض من الحرب آمين هللويا تفضلوا غمض عنيكم من صلي يا رب أنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد أنت ربي تفتح يدك فتشبع كل حين رضا بشكرك يا ربي يسوع لما بتؤمر بالبركة يا ربي بتشبعنا ما فيش حاجة بتوقفك يا ربي بشكرك يا ربي من أجل كل قلب وكل يا ربي نفسي هنا جاتت ومركزة خالص أنها تسمع كلمتك ومركزة أنها تطيعك يا ربي يسوع فتعال يا ربي اتحنن علينا أنت عمرك ما صرفت الجياع أنت عمرك ما صرفت الجموع يكونوا جعانين ولا محتاجين لكن دايما تشبعنا بالرضا وبالخير فتعال يا ربي النهاردة واشبع أولادك واشبع كل قلب محتاج يا ربي يسوع بكلمة خاصة ليه وأنا أثق فيك متأكد أنك حي وأنك مجود وأنك يا ربي كل حد وكل قلب يا ربي بيدعوك يا ربي أنت بتستجيب ليه بشكرك وبركة كمل معنا ودينا كلام يا ربي يسوع من عندك في اسم يسوع المسيح أمين أمين حتى عارف هنتكلم على إيه النهاردة كالب ابن يفنة هنتكلم عن الشخصية دي شوية يعني مش هناخد فيها دراسة شخصية لكن في ست نقاط الرب حطهم على قلبي فأول منها أنا كنت بقى عارف خلوتي في يشوع فلما قال لي لخ أنوار إن احنا ناخد الخدمة أنا كنت عايز أقول له أصلا عنوان الخدمة على طول وأنا وعرف لأن كانت دي ربي شغلني بيها فأولت أمين فالرب يدهانا لنا كلنا هنتكلم في كم نقطة كده في كالب ابن يفنة كالب ابن يفنة لما راح تجسس الأرض كان عنده كم سنة أربعين سنة ده هنا موجودة في القطع اللي احنا راناها كالب ابن يفنة حد عارف تولد فين أربعين سنة يبقى تولد فين في مصر لأنهم أربعين سنة كانوا في البرية فهو كان لسه مولود في مصر فهو مولود فين؟ في أرض عبودية ما كانش مصر دي اللي هو يفتخر يقول أنا مصري لأ إحنا عشان مصريين نفتخر إن احنا مصريين بس هو ما كانش يفتكر هو كان إيه؟ في أرض عبودية فهو كان مولود في الزل يعتبر لأن الرب جال كده رأيت ما زلت شعبي فكانوا مذلولين تمام؟ كان فيه زل بيحصل عليهم فتولد في الزل ده الظروف اللي هو تولد فيها تاني حاجة اسمه حد عارف معنى اسمه إيه؟ كالب معنى إيه؟ حلو برافو عليكم صح هو ده هو ده اللي من ربيه في البيوت اسمه كلب معنى اسم كلب؟ كلب ولغرض ما أبوه سماه كلب معرفش ليه فيه أب يسمي ابنه كلب هل كان فيه إعجاب بشيء معين أو لا؟ بس سماه كلب فهو اسمه كلب خلي بالكم هنعرف لو في عدد يشوع يشوع خمستاشر هنعرف أن فيه حد في العيلة اسمه عثنائيل يقول الكتاب أنه هو أخو يشوع وفيه يعني رأي أنه أخو يعني ابن أخو فأين كان عثنائيل ده؟ عارفين عثنائيل يعني إيه؟ بالضبط عثنائيل ده يعني قوة الله تمام؟ فإيل يعني الله يهوى وعندك عثنائيل فقوة الله أو فيه ناس بالترجمة تقول أنه هو أسد الله أخوه أو ابن أخوه قوة الله وهو اسمه إيه؟ كلب كلب ده اسمه هو اسمه كده فأول جملة هناخدها مع بعضينا كالب واسمه هو اتسمى كده لعمل خير ولعمل شر هو تولد كده أبوه راح عطاله الاسم ده ومولود فين؟ في أرض مزلة لكنه فين خلال قصة كالب هل هو عاش؟ فضل يقول لنفسه أنا كالب أنا الكالب أنا المولود في الأرض المزلة؟ ولا عاش كان رأساً وكان عاش كما يقول الكتاب أنه هو إيه؟ أرضاية الرب تماماً وعملت مشيئة الله فهنا إنه معاش بالناس سمهوله ساعات الناس تحط لك لابل تحط لك اسم تحط لك تايتل تقول لك فيه ناس على حسب دلوقتي حسب لونك أو ما توقع يشوف لونك كده يقول لك ده كذا أو مثلاً واحد تاني يقول لك حسب جنسك أو 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 حسب أنت جاي منين والباكراوند فيروع عطي لك لقب كده أو عطي لك صفة ويلزجها فيك هو ممكن لسه ما كانش يتعامل معاك ولا شاف منك حلوة ولا وحش بس هو البصة الأولى كده رأعطاك الصفة دي وعطاك الحتة الوحشة دي لكن النهار ده الرب بيعلمنا من خلال قصة كالب إنك حتى لو الناس والمحيط اللي حواليك إدالك الصفة الوحشة دي أو إدالك الأمر اللي يحزنك ويكسرك أنت ما تستسلمش لده ما تعيش لده كالب الوحيد هو ويشوع اللي هما قالوا لأ إحنا هنسدك في الرب وفي أمر الرب وهندخل الأرض ونمتلكها لكن ما قالش إن أنا لأ أنا ده أنا مكروه ومحتقر وأبو يمسميني اسم منيل ومولود في ظروف منيلة أروح هناك وأشوف الناس كبار أنا خلاص أنا مجرفان من الدنيا مش أعمل حاجة إحنا ولا نروح ولا نيجي ونموت هنا في البرية كان ينفع يعيش طول عمره يربط كل اتهاماته النفسية على اسمه ويحط على الشماء عادية لكنه رفض وقرر أن يرفض وقرر أنه يمشي خطوة لقدام مع ربنا ويقول لنا يا رب أنا عايز أعمل ما شئتك أنا مش هرتبط بإسم اللي الناس عطهوني لكن أنا هرتبط بالصفة اللي الرب عطهاني مش بس كده وموسى قالها وجال إن أنا هتدي لك الأرض وإنت الوحيد اللي هتدخل للأرض إياه لأنك إيه؟ يقول لك لأني تبعت الرب إلهي تماماً فهو خط صفة جديدة إنه تابع للرب مش صفة اللي هو كلب أو أين كان أو أي ما بيسميك الناس الناس ممكن تسميك حاجات وحشة الناس ممكن تسميك حاجات تدائجك لكن الرب النهاردة بيقول لك النهاردة في أشعية 43 عدد أربعة يقول لك كده إذ صرت إياه عزيزاً في عيني مكرماً وإيه تانيه؟ وأنا قد أحببتك وأنا قد أحببتك فربنا النهاردة بيدعي كل حد حتى ابن رامي أني ابن رامي عزيز في عيناي الرب وكل حد فينا عزيز في عيناي الرب مكرماً مكرماً حتى لو الناس عطيك اسم والحاية إنك إنت وحش قوي تحت خالص لكن النهاردة الرب يقول لك أنت مكرماً أنت مرفوع مش بس كده وأنا قد أحببتك مرة يقول أحببتكم بس هنا بيقول لك أحببتك أحببتك أنت بكلمك أنت فالرب يسوع لي رسالة شخصية النهاردة لكل حد فينا يمكن تكون حاسس أن أنت مرفوض لكن النهاردة الرب بيقول لك أنت مقبول في يسوع المسيح حاسس أنت مجروح من بره من الناس لكن رب النهاردة بيقول لك أنا داوي جرحهم أنا أشفيهم أنا أرد ارتدادهم في اسم يسوع أمين النقطة الثانية بسرعة هنلاقيها في عدد 14 سفر العدد إصحاح 14 وعدد 24 تعالوا نشوف الشخصية دي لما كبرت حصل فيها إيه هنتكلم الحتة الثانية اسمها كالب وروحه كالب وروحه فسفر العدد صحاح 14 وعدد 24 ويقول لك كده وأما عبدي اسمع الكلام وأما عبدي فبيجي عبد الرب كالب فمن أجل إنه كانت معه روح أخرى روح أخرى حاجة تانية منفصلة مزي العشر روح أخرى عمل إيه وقد اتبعني تماماً صفة ملازمة خالص لكالب أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها ومن تاني وزرعه يرثها ولاده يرث الأرض دي وولاد ولاده يعني مش هو بس يعني مش هكرمه هو بس علشان اتبعني ومش هكرمه هو بس علشان كان منقاض بروح أخرى لكن كمان ده أنا هكرمك وهكرم ولادك فيك يا كالب ولادك هيارثه وتطول أيامك وتلاقي اللي أنت عايزه وتلاقي وتحقق الوعد اللي رب ادهو لك فالنهار ده منقول كده إن كالب وروحه روحه فيه روح أخرى إنه هو روح المسيح روح مين روح المسيح روح مختلفة لما كل الناس تقول إنه الظروف صعبة فيه روح مختلفة تطلع كده وتقول لك لا الظروف مع يسوع أحلى واللي جاي بكرة يكون إيه أحلى الظروف تقول لك إن الجلسة مرة لكن هو يخلي في الجلسة طعمها حلو طعم مختلف ليه لأنه فيه روح أخرى فيه كلام فيه روح الله يقول لكم أنتم سقيتم روحا من عند الله فإنت بتكلم إن يسوع المسيح يقول كده إن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح إيه القوة وروح المحبة وروح النصح فالروح في روح المسيح الروح الأخرى دي روح إيه أول حاجة روح قوة فالليجي في كالب إنه هو مش اللي هو ضعيف وإنه إحنا لا هنتهزم لا ده روح قوة إحنا ندخل ونمتلكها نص عضوة نمتلكها لأننا قادرون عليها روح قوة روح كمان إيه تاني روح محبة روح محبة وهنشوف قصة المحبة دي واحترام الآخر ومحبة الآخر هتيجي جدامنا في القصة دي هنتكلم عنها فالروح محبة وروح النصح برضو كان بيدي إرشاد وبيدي حكمة وهدبان في القصة بتاعته لما ندخل ونتعمق فيها أكتر فكالب وروحه كالب وروحه كالب واسمه الناس عطوله اسمي بس الرب غير ده خالص كالب وروحه لأنه التصق بالرب واتبعه كان معاه روح أخرى روح دي أنا بصلي إنها تتبعك النهار ده الروح القدس مش بس يكون معاك لكن يكون ساكن فيك وساكن فيك يكون بيدي لك الإرشاد يدي لك القوة والمحبة والنصح فتتحرك باتجاه الروح فأنت بتقول كلام فأنت بتتكلم بالروح فأنت والروح لكم نفس الفكرة ونفس الخطة ونفس الهدف مش أنت في وادي العشرة في وادي عشرة الأكثرية كانوا في وادي لكن هو كان عنده روح أخرى بيتكلم بما يقوله الرب إله تمام خلي بالكم كمان الكلام ده ما كانش ساهل عليهم يعني لما نجرى القصة دي في عدد 14 لو هو بيتكلم للشعب مش الشعب اللي هو يا معده خلاص يعني هنروح الناس جالت هنروح ونس جالت مش هتروح لا يقول لك كتاب ان كالب بن يفن ويا شعب بن النون مزقوا ثيابهم جدام الشعب يقول لهم يعني يا جماعة لا نحن نروح الأرض دي بتاعتنا ربنا ادهاننا ازاي تقولوا ان احنا ما نروحش ازاي بعد السنين دي نقعد ونموت في البرية ازاي نقول نرجع أرض مصر تاني دي أرضنا لازم نروح ونمتلكها فكان في روح أخرى مش اللي هو اه اه انا بقول انا رأي ان احنا نروح وخلاص بدون ما يأز حد لكن كان بيعبر بكل قوة بالروح القدس كالب وروحه تعالي نشوف بقى كالب وقلبه دي هنلاقيها فين هنلاقيها كتير يعني حتى في الآية دي تظهرت وصيرش بسيط كده لو انت جاريت كلم قصة كالب او اي حتة فيها قصة كالب حوالي ست مرات حوالي ست مرات اتجالت ان هو اتبع الرب تماما اتبع الرب تماما فأول حياة ان هو اتبع مين اتبع مين ركز معايا اتبع مين برافو شكرا فأتبع الرب واتبعه ايه ملتصقة بيها على طول تماما هو الآية كده اتبع الرب تماما فأتبع الرب وتماما يعني بكل حاجة بكل اللي فيه بكل قوة وبكل وجدان وبكل مشاعره بكل احاسيسه ان هو انا همشي ماشي ورا الرب اتبع الرب تماما فأتبع الرب تماما دي تعالوا نشوف واحد تاني في رسالة سوري في انجيل يوحنى صح واحد وعشرين وعدد تسعتاشر اشتركوا في القناة وقل لا وقل عدد المرحلة دي خلاص مش عايز يرجع لها تاني تعالوا نشوف كده ايوه رب يسوع اتبعني نهارده نهارده اتبعني 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 اتبعه الحلو الذي الذي كان يسوع يحبه ويعمل تلميذ الحلو الذي كان يسوع يحبه يتبعه وهو ايضا الذي اتكى على صدره وقت العشاء وقال يا سيد ايوه فقال له يا سيد من هو الذي من هو الذي يسلمك فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له وهو ماله بالنسباله فقال له يسوع ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء فماذا لك فماذا لك انت مالك فماذا لك انت مالك انت مالك بقصة قصتي مع غيرك انت مالك اتبعني انت خليك مركز في الدعوة بتاعتك خليك مركز في الدعوة بتاعتك اتبعني انت طب ماذا يا رب طب الراجل ده حلو الذي كان يسوع يحبه يعني ده شخصية جميلة قوي طب لو هي مثلا رحت ماشيت وسبت ناوين كان حصل الموقف ده طب انا هعمل يا رب ايه بالنسباله انت مالكش دعو بغيرك حلوة لوحش ماشي مع الرب انت اتبعني انت مالكش دعوة بغيرك ركز في قصتك ركز في الحوار الشخصي ما بينك ما بين يسوع يقولك اتبعني وانت يقوله ايه اتبعك بس زي ما جال كالب كده اتبع الرب تماما كان فيه عشر اراء مضادة كان فيه ناس كتيرة اراءهم مضادة لكن هو قرر من قلبه ان هو يعمل يتبع الرب تماما ويقوله انا همشي مع الهي ماليش دعوة بالناس اللي حوالي مالتفتش اللي حوالي بطرس لغاية اخر وقت كان عمال يلتفت طب وده طب وده ومين ده رب النهاردة بيكلم كله بطرس فينا يقوله مالكش دعوة باللي جنبك مالكش دعوة باللي جنبك بيكلمك انت اتبعني انت وبيكلم النهاردة كل كالب بيقوله يا كالب يالي انت وصقت في الهك واتبعت الهك تماما الرب مش هيسيبك والرب هيحق وعده فيك اتبعني انت والنهاردة نكون زي كالب تبع الرب تماما تبع الرب ايه تماما يبقى اول نقطة كلامنا فيها كانت ايه كالب واسمه بعد كده كالب وروحه ثلاثة كالب وقلبه واربعة تعي نشوف كالب وعيشته عيشته الحياته العيشة بتاعته فنقول كده لو انت سألت واحد مش طبعا في اجتماع الشباب هنسأل السؤال سألت واحد برضو في اجتماع الشباب هنا انت عايش بيه يقولك ده انا عايش بالمرض واحد تاني يقولك ده انا عايش بالمسكنات واحد تاني يقولك ده انا عايش بالكريدت واحد رابع يقول لك ده أنا عايش على الحرف وفي واحد يقول لك أنا بالضبط لكن لما نيدي نسأل أنه يقول لك كده أنه عنده 85 سنة في أشواء 14 وإحنا بنتكلم فيها في أشواء 14 في عدد 10, 11, 12 أنه هو أيها يا عم كالب أنت بتتكلم عن نفسك بتقول إيه يقول لك والآن فها أنا اليوم ابن 85 سنة العدد اللي بعد يقول إيه فلم أزل اليوم متشدداً كما في يوم أرسلني موسى أرسلك موسى إمتى لكن عندك 40 سنة كان جالها من جبلها شوية كان عنده 40 سنة لما موسى أرسلني دلوقت أنا عندي 85 سنة لم أزل متشدداً يعني متقوي بالرب كما في يوم أرسلني موسى كما كانت قوتي حين أزل هكذا الآن أدخل وأخرج وأطلع فوق وأديني الجبل ده عايش به ده؟ ده عايش بالوعد عايش به؟ عايش بالوعد وأخذ وعد من عن ربنا الوعد من ربنا يديلك حياة الوعد من ربنا يديلك حياة نفتكر مين تاني عايش بالوعد في العهد الجديد؟ سمعان الشيخ ده طلب إنه ما يموت شغل لما يشوف خلاص الرب فعايش بالوعد لغاية ما شاف يسوع وما سوى قال والآن اطلق عبدك بسلام لأن عينيك قد رأت خلاصك تمام الوعد إلا أنا عايش له هيتحقك عايش بالوعد اللي يخليك مكمل اللي يخليك مكمل مش عشان فيه فلوس في البنك مش علشان وراك الالتزامات تكملها لكن اللي يخليك مكمل علشان فيه وعده قدامك أنا لازم أعمل مشيئة إلهي ومشيئتك يا إلهي سررت أن أفعل مشيئتك يا رب فهنا بيقول إن عمنا كالب دوت كان مكمل لخمسة وتمانين سنة وعايز يبدأ رحلة ويخوض معركة ويمشي ومش رحلة سهلة لكن جوه جبل يعني أنت أصلا لما بتحارب ناس في الوديان بيبقى صعب أصلا ده أنت يا رجل خمسة وتمانين سنة ده أنت بتمشي أرض أرض مش بتقدر لكن أنت عايز تطلع جبل ده في الطبيعي ده لو أنت بقوة وعندك زكاء اللي في الجبل لو رمع لك طوبة من تحت هم الأقوى يعني لو رمع لك فضل طوب كده أنت هتموت بس بكل سهولة فمكانهم أقوى وهم أصلا بني عناق عظماء في الأرض يعني مش حد سهل يعني لهم سهلين وكمان المكان اللي سكنين فيه صعب جدا إيه اللي يخلي واحد عمره خمسة وتمانين سنة يقول لك أنا أطلع الجبل ده وأنا مش عايز غردية عايش بالوعد إن موسى جال له كده ولما آمن بالرب إله وتمسك به جال له الأرض اللي أنت وطقتها الأرض اللي أنت فاكر وطقتها من أربعين سنة دي هتكون لكم كمان لزرعك يارثها فالرب النهاردة بيقول لك يا كل واحد فينا نسي الوعد ونسي ربنا كلمه في إيه من زمان يقول لك ده أنا من عشرين سنة كان ربنا مكلمني في كده بس أنا نسيته ده من أربعين سنة رب كان مكلمني في حياة هنا بيذكرك إن كالب ابن يفن ربنا كلمه بوعد من قبل خمسة واربعين سنة لكن بعد خمسة واربعين سنة هو لسه عايش بالوعد ومسدك فيه ومستني اليوم اللي هو يروح ويحجج الرب الوعد معه عايش بالوعد ده اللي مديله القوة ده اللي مديله أنه هو متشدد بالرب إله ويقدر يطلع ويقدر يدخل أمين أمين في اسم يسوع فده كان كالب وعيشته تعال نكلم عن كالب وحقه كالب وحقه وإحنا بنتكلم في يشوع 14 لو إحنا رحنا لعدد 6 أول ما دخلوا الأرض طبعا واحد زي يشوع ده ده كان كبير في الشعب يعني هو كالب بن يفنة ويشوع بن نون كان هما الاتنين سنهم متقارب هما الاتنين أكبر اتنين هما الوحدين اللي دخلوا فهما في التمانينات هما الاتنين كبار الشعب بس ربنا اختار يشوع بن نون في مركز القيادة واختار كالب وعده إنك إنت قوي جدا وهتروح وتمتلك الوعد بس ما اخترهوش في القيادة اختار مين اختار يشوع بن نون تعال نشوف هنا عمل إيه يشوع وهو بيطالب بحقه لو احنا شوفنا كالب بن يفنة لو هو دخل كده وراح مسك عائلته ومسك وده من بيت يهوزة بيت يهوزة كان بيت قوي جدا فلو هو دخل كده وعنده القوة دي وعنده الحق يقول أنا عندي الحق وعند القوة وراح دخل كده وقال له خد رأيي يشوع قال لي ما خدش رأي يشوع ده أنا واخد رأيه موسى من زمان ده أنا من خمسة واربعين سنة ده أنا مع موسى وهو أقل للأرض اللي انت وطقتها هتأخدها وروح وراح من نفسه كده وراح من دماغه وراح مسك الأرض دي ما عملش كده حتى هو عنده حق حتى هو عنده قوة لكن احترم الترتيب الإلهي اللي ربنا وضعه فأخوه معنه أخوه مقارب في السن مقارب في الرؤية مقارب في الوعد مقارب في كل شيء لكنه كبر أخوه كان ممكن يجي واحد جنبه كده ونشوف يقول لك ويقول له يحمي انت ما مش لازم تروح لي يشوع انت يشوع رحمة ديهم خلي بالكم الجبل دوت موسيقى تصورية ف على كالب ما هو دخل حرب ف انه تتركز معا وهو بيقول كده اني كنا فين ايوة فالمنطقة دي منطقة الجبل منطقة حبرون دي منطقة كبيرة الجبل مميزها بس فيه كمان وديان وحقول حوالين الجبل دي برضه فالحتة القريبة من الجبل دي والمنطقة اللي جنبها حبرون برضو كان خدوها ضمن التأسيمة كانت فيه شعب لاوي صبت لاوي خد منازل لي ما خدش ليه نصيب زي كل الأزباط لكن خد ليه منازل يعني ليه ماكن يعيش بيها فكانت في حوالين المنطقة دي ف ف فكالب ابن يفنة لما طالب بالحق ده كان ينفع واحد يقول له يا عم ده اللويين من اللي ياخده اللي جنبك هنا انت تمشيهم وانت تمسك مكانهم انت الأجدم انت الأكبر انت الأول هنا انت أول واحد جيت الأرض دي هما لسه جايين ولد بارح كان ممكن حد يقول له كده كان ممكن يقول له عثنائيل اللي جنبه وكان جبار خلي بالكم ان عثنائيل كان قاضي بعد يشوع وقضى للشعب أربعين سنة فمش حد قلية فحد العلة دي عالة كبيرة خالص فكان ينفع يقول لك انا ايه انا مين يشوع ده مليش دعب يشوع انا اللي اخترته اللي عملت وانا واخد وعد وانا واخد كلمة وانا واخد امر من عند الله وموسى الداني الكلام ده مين اعظم من موسى لكن ما عملش كده لكن في الوقت المحدد يقول له ان هو راح وجدم جدم طلب حقه بكل محبة زي ما قلنا كده ان روح روح القوة وروح المحبة انا مش عايز اخسر اخويا ولا كمان اجلل من اخويا لكن احنا كلنا بنعمل عمل واحد كلنا بنعمل عمل الله فانا بالعكس اخويا ربنا حطه في المكان دي انا اكبره وكون بجدمه واخويا التاني انا معايا هنا يسندني يسند بعضينا شعب الله شعب واحد شعب مقدس ليسوع فيقول له كده انت عارف الكلام انت فاكر الكلام حصل كذا وكذا وكذا تقديم الحق يقول لك كده ان طلب الحق والله فهو كان عنده الحرفة دي كان عنده الصنعة دي ان ازاي يطلب حقه بكل محبة لا خسر المكان المكان اللي ليه لا خسر حقه ولا خسر أخوه ولا دخل بطريقة ويفضل يعاند ان هو ده حقه فتاني واحنا هنا في شعب الرب واحنا هنا في الكنيسة الصغيرة والكنيسة الكبيرة لما يكون الرب أعطيك وعد لما يكون الرب أعطيك حق صل الأول ما تخليش حد من الناس اللي حواليك كالب ابن يفنة كان محظوظ في الحتة دي ان محدش في الناس اللي حواليه مثلا أغازه أو قال له كلمة اللي هو يوجع ما بينهم لكن قد يكون جانبيك واحد يقول لك أو حد يقول لك طب فما ايه اسكت كل كلام اسكت كل صوت ضد المسيح لأن روح المسيح هو روح المحبة فاسكت كل كلمة عايزة تخليك طب انت وأخوك ومن تحقك ما لكش دعوة ما أنا أيوة حقي بس أنا هاخده بروح المحبة بروح المحبة أنا مش هقسر أخويا علشان أخد حقي فهو في طلب الحق دوت ما طلعش من نفسه مع أنه مقارب زي ما قلنا مقارب في كل شيء مع يشوع لكن احترم جدا الأمر الإلهي والترتيب الإلهي اللي ربنا حطه في الشعب أمين فده كان كالب وحقه وآخر حاجة كالب وبنته طبعا عشان عندي بنت فلازم كالب وبنته صح؟ كالب وبنته في يشوع 15 يشوع 15 حد عارف اسم بنته قبل ما انطلعها عكسة حد عارف يعني عكسة يعني مش عكس هي عملت عكس المألوف بس مش معناها عكس طلع النهاردة شفت معناها معناها خلخال خلخال أو خلخال فحاجة يعني مفروض تزينة يعني حاجة حلوة فديها بنته الوحيدة ويقول ابن الوزة عوام فهي برضو اتعلمت من أبوها في كل شيء حتى في طلب الحق تعال انطلع في يشوع 15 اصحح في عدد 18 وعدد 19 فهي ابوها رح قال حاجة هو عنده بنته الوحيدة فقال اللي هينزل وهياخد الارض دي أنا هجوزه بنتي وهم منزل عسنائيل ده طبعا من العيلة أخوه أو ابن أخوه وراح خدعو وراح اتجوز هي تسكت كده عندها الحق لتسكت ما تسكتش لكن يقول الكتاب ان هي كده في عدد 18 وكان عنده دخولها يعني يوم دخلتها يوم الزفة بتاعتها والمشغولية بتاعت العروسة طبعا ما عندهاش في دماغها أي عروسة هنا عدد مرحلة مش في دماغها أصلا انها تفكر في اللي هنشوفه دلوقتي هي تفكر بس في الفرح في لون الميكوب بتاعتها والشعر مزبوط التصوير هتلع صورة بحلوة لا حاجات زي كده لكن هي بسعين فكر فين يوم دخولها عند دخولها انها غرته بطلب حقل من أبيها ده جوزه وحصل النقطة هنا يقال ان بعض الناس ان هي يعني جوزها يعني مرضيش انه أنا عندي خدت الأرض دود مهرك يعني سكت عند حتا دي بس نكمل فالكتاب سكت احنا نسكت فنزلت عن الحمار نزلت عن الحمار فقال لها كالب مالك إلي حاجة بتنزل عارف انت بتنزل عن الحمار ده حاجة كبيرة أو زمان الحمار ده وما ده ماشيين في ده مش حاجة صغير وانت رايحة لدخلتك يعني في الزفة بتاعتك وتنزل مع الحمار ده 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 في خير ان شاء الله ليه مالك من مزعك ده نلسه ما بدأناش فقالت بس الفكرة نزلت عن الحمار ده احترام لوالدها زي مين نزلت عن الحمار فاكرين بضرافو بضرافو ممكن سكفة المير بصراحة شاطرة بصراحة فأبي جايل أول ما شفت داود كده نزلت عن الحمار بتاعه وراحت اللي هو نزلت ممكن بتنزم عن الحمار اللي هو أنا بكرم الشخص ده وانا عايزة منه ترجي بكل احترام وبكل اتضاع فقال لها مالك فقالت له بص انت اديتني انت انت اديتني الحق بس اديني بارك عايزة ايه قالت له انا عايزة عايزة مية يعني انت اديتني الارض انا عايزة قالت لدي الارض بمية فانت اعطيتني ارض الجنوب ادييني انا بيع ما ادييني حاجة تروي مية كده للا ازرع بها الارض فليجيها اه شاطرة في طلب الحق شاطرة في طلب الحق فقال لها بصي انا مش هديكي المية اللي انا بيع السفلة بس اللي هي في الحق ل بتاعك لأنا تديكي لانبيع السفلة والمنبع بتاعها من فوق اللي بيجي من مطر من فوق ولانبيع العليا فالتنين ليكي فانت مزودة بالبركة وبالمية وبالحياة طول الوقت مش هتشكي ولا هتقول طب هو فوق زي احنا في مصر عندنا الفوق ده مين المية ينبو على المية فوق أثيوب يا ربنا حلم مشكلة واحنا في الجنوب تحت لكن هنا دالها الجنوب ودالها العليا والسفلة على شهن يحلل لها المشكلة خالص ما يبقاش فيه ضغط عليها أمين فدي عكسة فدي هي ما طالبتش بيت منه علشان هي مثلا طماعة ولا علشان شيء لكن هي عارفة ان ابوها يقدر يدي ده هي فاهمة ده كويس ان ابوها عنده من الخير والإيده والبركة اللي يقدر يديها الحتة دي ومش يعتبر ان هو مثلا ظلم اخواته ولا ظلمها ولا يا حياة لكن الفكرة انك تسأل ابوك النهاردة السماوي عنده من الخير ليك مش بس يا نبيع أرض لكن يا نبيع عليا ويا نبيع سفلة ليك ارتوى عنده من الخير من الكتير من الوعود اللي تسندك وتشجعك طول أيام حياتك وتعيشك قوي ومتشدد بالرب عنده من الخير اللي يخليك تعيش حياة حقيقية مسيحية بكل محبة وبكل وداعة عنده كنزه كتير مليان مليان بس انت تيجي وتطلب شوف هي عملت ازاي نزلت منع الحمار وقدمت تواضع وقدمت احتياج قلت له الديني بركة ربنا ما بخلش عليها ولا أبوها الأرض ما بخلش عليها والمسيح يقول كده إذا كان أباكم الأرضيين بيعرف يديكم عطايا جيدة فما بالكم بجأ أبوكم السماوي يعطي الروح لمن يسأله لكل حد بيسأله النهاردة يقوله الروح روح أخرى لكل حد بيسأله انت تلبطك ايه النهاردة انت تلبطك ايه النهاردة جدام الرب إلهك هل انت تلبطك اني أعيش عادي وأكمل عادي وأموت زي اللي ماتوا في البرية وأكون زي العشرة وزي كل الكبار اللي في البرية مع انهم كبار في السن وشافوا الخروج العظيم من أرض مصر انهم يسكتوا على كده ويموتوا ولا يكون زي يشوع وكالب ابن يفون عنده روح أخرى عنده تمسك بالرب إله وانا انا عايز اعمل لا مشيئتك يا رب وعايز اعمل إرادتك هنا في الأرض وعايز اتمم وانا مش هموت غير لم نفذ الوعد بتاعك فانا خمسة وتمانين سنة لكن دهنا هلسة هبدأ حرب وفهمنا كمان ان هو وانت بتطلب الحق بتاعك اطلبه صح اطلبه انت مكمل بنفس الروح الأخرى دي مزي الناس ما بتطلب الحق لكن بالروح أخرى دافع عن الحق واطلب الحق امين فانتعال نرجحهم الست حاجات مع بعضينا بسرعة وهنصلي امين اول حاجة كلامنا عن كالب وإيه واسمه تاني حاجة كالب وروحه كالب وقلبه كالب وعيشته كالب وحقه كالب وبنته وفي الآخر الرب ياسوع بيقول لك وانت فين وزي ما قال اللي بترس بينده عليك النهاردة بيقول لك اتبعني واتبعيني وما تلتفتش لحد تاني